أكد الرئيس الجزائري عبد المجد تبون عزم الجزائر كل العزم على المضي إلى ما يليق برصيدها التاريخي ومجدها العظيم وشعبها الأبي من رفعة ومجد وسؤدد وفي رسالة بالمناسبة اليوم الوطني للشهيد بالجزائر المصادف للثامن عشر فبراير من كل سنة أكد الرئيس تبون مواصلة البناء في الجزائر رغم حجم التحديات المنتظرة مشيرا إلى ما تحقق على السعيدين الاقتصادي والاجتماعي إن اتجاه البوصلة هو ذاته في الجزائر التي نبنيها اليوم معا وفاء لأنهار الدماء ولثقة الشعب الجزائري الأبي ومهما كانت الأشواط والمراحل التي قطعناها والإنجازات والمكاسب التي حققناها بفضل الانخراط الواسع لبنات وأبناء الجزائر في مصار نهضوي وطني متعدد الأبعاد والجبهات فإننا نستشعر على الدوام حجم التحديات التي تنتظرنا لاستكمالها معا بعد أن تجاوزنا بجهود مضنية وحرص لم ينقطع المؤشرات الحمراء على المستوى الاقتصادي ووصلنا إلى المؤشرات التي تضع الاقتصاد الوطني على سكة النجاعة والتنافسية وبعد أن تحققت على المستوى الاجتماعي إضافات ومكاسب غير مسبوقة للتكفل بمستوى المعيشة وحفظ كرامة الجزائريات والجزائريين إن الجزائر وهي ترسخ أقدامها على طريق مسيرتها الوطنية نحو بناء الحاضر والمستقبل بسواعد بناتها وأبنائها عازمة كل العزم على المضي إلى ما يليق برصيدها التاريخي ومجدها العظيم وشعبها الأبي من رفعة ومجد وسؤدد